مجلس إدارة الجمعية للمصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في مملكة البحرين والذين رفعوا لسموه أسمايات الشكر والتقدير على تفضل سموه مؤخرا بلقاء عدد من الأطفال مرضى السرطان منتسبي المبادرة وبهذه المناسبة نوها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالإسهامات البارزة للشباب البحريني في خدمة مختلف القطاعات بمملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعم لتمكين الشباب والجهود الكبيرة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للدفع بالشباب نحو المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وقد رحب سموه برئيس وأعضاء جمعية المستقبل الشبابية متنين سموه على الجهود التي يبدلونها في خدمة القطاع الشبابي إضافة إلى الأطفال مرضى السرطان معبرا سموه عن أماله في تحقيق المزيد من الإنجازات والخطوات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الشبابي والتطوعي واطمأن سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الأوضاع الاجتماعية والأسرية والصحية للأطفال مرضى السرطان الذي ترعاهم مبادرة ابتسامة موجها سموه إلى العمل على دمج هؤلاء الأطفال في الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة والقيام بكل ما يلزم من أجل توفير كل الرعاية والاهتمام لهم مشجعا سموه هؤلاء الأطفال على مواصلة الكفاح ببسالة والانتصار على المرض وأشار سموه إلى أن اللقاء مع الأطفال مرضى سرطان من منتسبين مبادرة ابتسامة مؤخرا كانت مناسبة عزيزة على قلب سموه تعرف من خلالها عن طرب على قصص هؤلاء الأبطال في مواجهة هذا المرض والتي تمثل مصدر إلهام للجميع مؤكدا سموه أن هؤلاء الأبطال ينشرون من خلال ابتسامتهم وبراءتهم وضحكاتهم السعادة والتفاؤل من جانبه عرب رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية عن عظيم شكره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة معاهدا سموه على تقديم المزيد من العمل والعطاء للمضي قدم في الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية مثمنا دعم سموه لمبادرة ابتسامة منوها بدعم ومتابعة سموه لعمل جمعيات المستقبل الشبابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر